عادتها شهدت مدينة السليمانية افتتاح معرض فني تشكيلي بمشاركة خمسين فنانا من مختلف المحافظات العراقية ومن خارج العراق ما يقرب من مئتي عمل فني تم عرضه داخل أرويقة هذا المعرض وهي من نتاج خمسين فنانا من داخل وخارج العراق اجتمعوا لتقديم مختلف الأعمال الفنية والتشكيلية بأحجام وألوان وأفكار متنوعة والهدف من هذا المعرض تقديم أعمال فنية تشكيلية تجريدية متنوعة ومختلفة نحن من ضمن المجموعة المنظمة لهذا المعرض الكبير الذي يشمل ثلاث قاعات كبيرة تنوعت الأعمال الفنية الموجودة داخل قاعته ويوميا نشهد زيارة عدد كبير من المهتمين ومتذوق الفن التشكيلي ما يميز هذا المعرض أنه سيشمل إقامة ويرش عمل ودورات تدريبية وجلسات حوارية من قبل أساتذة وفنانين مختصين في مجال الفن التشكيلي ما يقرب من مئتي عمل فني تجريدي وأعمال يدوية ومنحوتات وزخارفة تزينت بها جدران هذا المعرض خلال تجولي في هذا المعرض وجدت الكثير من الأعمال الفنية جميلة وأكثر ما جدب انتباهي لوحة فنية لإحدى الشابات والتي تحاكي من خلال لوحتها العقل الباطن للإنسان وعبرت عنه من خلال رسوماتها بطريقة فنية رائعة حقيقة جميع الأعمال التي تم عرضها هي محط أجاب وتقدير من قبلي ومن قبل الجميع هنا وهي أفكار مستوحات من واقع حياتنا اليومية وهذه اللوحات من أكثر الأعمال التي عجبتني وجذبت انتباهي فشكرا للقائمين على هذا المعرض أفكار الأعمال الفنية استوحاها الفنانون من مجتمعاتهم والبيئة التي تحيط بهم ومن حياتهم اليومية عبروا عنها عبر نتاجات تنوعت شكلا وحجما وألوانا وموضعا خمسون فنان تشكيلي شاركوا في تقديم ما يقارب المائتي عمل فني تنوع بين الفن التشكيلي والأعمال اليدوية لبرنامج صباح الخير يا عراق عمار حكمة السليمانية ترجمة نانسي قنقر